حكاية الليلة ليس كباقي الحكايات غريبة وعجيبة وكان فيكم اللي ما غاديش يقدر حتى انه يستوعبا ولكن انا اؤمن باللي انه كين شاياطين انس قادرين باش انهم يضحوا وينتقموا بصحابهم بسبب بسيط حسد غيره كره اولا في سبيل اي احساس ليه وسلبي في الدنيا حكاية الليلة غادي يتزعزعك واحد شوية فانك ما تبقى يشتغف حتى شي واحد من غير نفسك حيتاش هناك من يكيد المكائد على صورات بسيطة مصادقة ما تبشوفين ضروري تستفدوا معايا في حكاية الليلة سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب اسلامي لي كاتل لكم تكونوا باخير وعلى خير اموركم هانية واحوالكم طيبة المؤنسة ديركم عادت اليكم من جديد انها تونسكم فيما كنتم في كوزينة في خدمتكم في خياطكم في بيتكم في الطموبيلة ديركم فيما كنتم وذوك الاوائل اللي هم على القرص كترة نحت الفيديو كي تلعوتي يقول انا اللولا احيييكم من هذا المكان فقبل ما بدو في حلقتنا الليلة اذا كنت تزمن هنا ما تبخرش عليها انك تضغط على زر الاعجاب ونقول لكم بسم الله يلا لنبدأ انا راوان غادي نحكي لكم قصي ولكن غادي ندوز واحد دوزا اللي هي خفيفة على البدايات دير حياتي باش تفهموا شنطرة وكيفاش ربين جاني انا واحد البنت اللي هي جميلة بزاف وبشاهدة الجامع وكانوا العائلتي يقولوا لي بلي انا اجمل طفولتي كانت واحد طفولة اللي هي عادية قرأت ما بالاهل ديالي ووالدية اللي كانوا مقاضر مع بعضياتهم ومتدينين وحلقة الذكر ما كانوا الشيخ طوضارنا عموما كبرت في محيط متدين بحث فاش كان عنديتنا الشلسانة تفرض علي انا ندير الزيف من طرف الوالدات ديالي وانا كنت كره هالموضوع حيت باقة صغيرة وما زال كالبس تيشوت وكاللعب مع البنات وهذا شيء اللي غادي خليني مبعد فاش انا ننضج انا نخذي نحيده ولكن قبل قدرت 14 لسانه والام ديالي كانت كتحيي لي انا اختي الباسي والموضمت على الانترنت كانت مزيرة علينا في التربية انا اختي في الصيف ما كنناش كاللعبو الا اذا حفظنا تفهم القرآن الكريم من درجة انني تمكنت انني نحفظ صورة البقرة وصورة العمران وقعت صور اللي بمصغر قرأت نجحت تعرفت على واحد السيد عن طريق الانترنت بغني المعقول جات لبناء من دارنا ومشيت عشت معاه في دولة خليجية جات لبناء من دارنا تزوجنا ومشيت معاه عشت في دولة خليجية ترون من بعد مشاكل مبيناتنا دوزنات 3 سنين وتم اطلاق لاناو ما تفهمنا ببساطة والتفاصيل ديال هذه العلاقة ما كتهمش لاناو ماشي هي موضوعنا جيت المغرية لمدة اسبوع وعودت ترجع تلك الدولة الخليجية في نتنسكن وداية الايام هنا سنتعرف على واحد البنت اللي كان ما بيني وما بينها اللي بيعو الشراء من ذاك الوقت ولينا كان نجزو بزوج وكان خرجو بزوج وكان نعسو بجوج لمدة عامين واناو ياها كتر من الخواتات عموما ايا كانت في نفس النبو اللي كنت انا عيشا فيه وديما كنا مرافقين علما انها كانت تكدز من شي مشاكل اللي بهم غادي تشد في الحبس شهر وخرجت بكافالة لكن فاشخ جلال حكم هربات انا وقفت معاش ووقفات ربي اللي كان عالم كنت كان حيد مني وكانعطيها كنت كان شفق عليها وكان نرحمها حيث كل شي كان ضير عليها وولديها بعاد عليها فكنت نقول انا نكون على الاقل بجنبها شاءت الاقدر انه ربي غادي سهل عليها وغادي نتلقى بوحد السيد اللي بغيني المعقول شليط موبيل ودار زوينة كبيرة عائلية هاد صحيبتي كانت عائلتها دخلة في كل ما هو تشاويت وشو وفات باش عرفت لي انه قعدت على عائلها وكانت عمرتها وراحتي بكافالة وبالتالي كان يعاني يدخل بشيئ تلك المدني وكانت الوعي عنها ويجبت شرطتها ونستطيع ذلك وكانت ترجمت صحيحه دقيقتي لدي امرأس كيفية ماما تدبح لي قال لي اي ماما ربيت بحث لي ايضاي ليله باسمانها اي لا كنت معرفة اللي أهلا واهلا المهم هو أن نتسرق العمل والميلم ونفضح الخصوصيات المهم سيدة تقول لي بأن أمي دخلتني إلى هذا الباب و تحاول أنها تصلي و تدير العمرة و تزور مكة حيث أن هذه البنت تتبرة ولكنها سيدة ترفع على القضية و تتكنها بحدي و تحت مني و نخفنا أنه لا يستطيع هاجم علينا أنا ذاك كانت ماما عندي و هي لا تريد شكل سمعي حيث أن ماما كانت تقول لي بأن ماما كانت تجيب لي الضيقة و ماما تبارك الله كانت صلاة صيام العمرة و الأذكار لا تخطوها الأخرى كانت تخربق و لم يكن تقدع عليها لأنها مخوضة بكل ما هو شياطين فأنا حيث الأخرى للشاشة نتقاع ذاك الشي اللي ستقدر تديره هي بسميته و بنفسها ندرته أنا بسميتي و نتبعت لها قحواجة هي اللي أعطيتني الرخصة لأنه كانت بغاية تبتل الدار قمت بتصديق صاحبتي الوطيل بشأنني ننهربها ماما خافت عليها و قالت لها بنتي ركي غاية تدير لك غير المشاكل أعطي لك شيتي ساح قلت لها يا ماما هذي كراس حيبتي لا نستطيع أن ندخلها و ندخلها بهذه البساطة و هذا ما بين الحواج اللي غمرت معهم فيها فأنا حضرتها في الوطيل كنت كانت أعطيها الفلوس و كانت تدخل بالقونت ديالي في المول يامات كانت كورونا حيث كنت ندخله غير بواحد السكان علما أنه إذا تعرفت سأعطوني أنا عامين ديال الحبس لأنه تسترس عليها وهي هربع من العدالة المهم بديتها اللوطيل و قلستها و جبت لها حواجها وبقيت كمكي عليها بحرقة بحيل عندي قنازة في الدار هي كانت تكيد لي المكايد و أنا ما كنت عارفة كانت تحسدني كانت تغير مني خلال هذي الأحداث أنا تحولت لدار واحد أخرى حيش ردي نتوج و نتدرت لي هابيتها خاص ديالها اللي فرشته على دقاهية حيش رديت أحداث و كانت تجي عندي بتخبيه و بحيلة كانت تدير لي طلاميس بقعت معي و استقرت معي في الدار و لم تكن تخلص معي لا مال أضلع حتى شيئا تم صرف الله ولكن أنا لا كنت مهتمة بثاف بعض النقطة لأن أوروبية كانت تدوي معامها و لم تحترمه كنت نرى أسلوبها في الهضراق غير لائق ولكن أنا لم أجبت واحد نهار و نحن قلسين مجموعين قلت لها أرى بغيت ناخد واحد المحل في المغرب و خاصتني هذا المبلغ لكي نكمل المال و قلت لي أن أسلوبك و أرجعيها لي من النهبط للمغرب قلت لها صافي و أخها و هي لي لم تتعود و حولت لي من البنك أمي بحال اليوم حيش أنا لغد لي كنت غادر المغرب تقدم لي رجلي الذهب و حواج و مخلة لمشرة لي أنا دخلت مع الباب و أهز الميكات حتى أجلتها في فراشي أعزكم الله مع شخالي قلت لها ماذا تشعف لنا قلت لها نوض نوض قلت لها نعرف كيفية تجري علينا قلت لها نشوف قلت لها هذا الخليل لها عنده زوج والمطلق المرأة و بالخبط اللي الله أضعها ستبلي على ممت الوليدات الخليل و سجنتها لمدة 4 شهور حتى كان جزر الخطيب و أستعملهم و أبلغت عليهم الوليدات كانت معراجة في داره المهم أن أغدليه كانت عنده طيارة للمغرب لأني أتكاتب على وديت المحل و قمت لها و عزا الله و قدركم سكرانا و أكن أتكلم من الأسباب قلت لها قلت لي قلت لي غير سوف أشرب لها زوجت أخر واحدة أولا قلت لها فلانا عارفاني انا ما عنديش معادشي ما تسوقت لي قدت طبلا وانا ما عاجبنيش المنظر وخاكك سكت سكت لانا وكانت في حالة اللي كنت عارفة بلي انا تقدر تولي في لحظة وحش اذا زلت معا شي حاجة حيث كانت قلت لي بلي انا تران اللي جاء قدامي تنطحنه تنصق على كل شوم وما كان عقل على التشي واحد انا باش انتفاد المشاكل سكت لانا بقى لي والو بسنة ممشو المخرب المهم قلت لي ارى فلانا يمشوا ونجيبوا لي اولاده يجيوا هنا يقلسوا معا في الدار وورا سيخدام وقلت لها اول حاجة الا وثاني حاجة انا خاصني نمشي نعز حيث عندي الطيارة مع تناش خليني مركز الله يخليك في اموري قلت لي غادي تنوضي تمشي معايا باش نجيبوا اولاده هنا ارفضت داري هادي من حقي نقول لا شو يبدأت تكتعيرني شدة القرعاء هزاكم الله وهرسة فوق الطبلا اهزات الكيسين بشمع بقاع تفاصيل وضربتهم على الحيث ذاك الشمع كله اللي كان مشعول تكب على الفراش جالي اللي كان مازال بقي جديد كل شي تشخشخ وتهرس وهي تنوض كتغوت وكتعاير وغير مستمطة لتحت كلام اللي كانت تحولت الوحش ودخلت البيت اللي انا مصوبة لها وبدت كتجمع في حواجام مشيت وقفت عليها قلت لالله يرحملك الوليدي نفلانا حتار منو حتار مداري وحتار محتاج إيراني ستشدني من شعري بحنات لي راسي وضربتني بركبتها وغرست لي نفي والدم بدأ يشرشر قتلت نعصا وبدأت تقول لي اليوم ما قد نقتلك انا انا ذاك دخلت في حالة نفسي اللي كانت صعيبة وجلت الطيارة حتش قاع بما أثاه الله من قوة وضفار قدرت لي خارطة فوجي واحتف عنقي ونص دي شعري بقالها في الدهاء عيت لرجلي قتلي اجيح تقني جلقها كتجمع حواجها بغاية البوليس زوجت فيه وقتليه لا ما كان لاش ورغم كل شي رحمتها حيث بإمكانها انها تشد بدأت نبكي ونوح ويقول لي ارى عبرات عليك حيث عيت ما نقول لك بأن الصحابات تعطيهم بتساع وما تدخلي عليك حتى شي وحدا وما لك على هذه الحالة وانا نصحتك وما بغيتش تسمعي هو فعلا نصحني بزاف وكنت كان قول لي لا إلا فلانا إلا فلانا تخيلوا المحامي اللي كان مكلف لها بقضيتها أنا اللي كنت كان خلصوه لها حيث كنت اهضرت مع رجلي وقالت لها فكرة ما عندهاش وبغيت ندير لها المحامي هذي كانت غير حاجة من بزاف المهم بعد ذلك الواقعة أنا هبطت المغريب وعنيت مع وجيف الكريمات بذلك العصا لي وكلتني ماما غادي تعيض علمها ويقول لها شوفي بنتك شنو درت البنتي قلت لها وشوفي بنتك شنو درت لها يعني بنتها أعطاتني قتلى دي العصا وما عارفة شنو درت أنا مع بنتها أربع سنين ما شفتهاش وأنا السبب باش طلعت لبنتها الفيزا باش أنا تشوف مهم بعد خمس سنين ولكن دكشي درت لي وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة دست عامين على هذي الواقعة واخديت المحل في المغرب واستقريت مع رجلي في الدولة فين أنا عيشة دولة الخالجية واحد النهار من اللي قرب شعبان جاءت عندي واحد البنت اللي كانت رابط ما بيني وما بين ديك الاخرى كانت كتعرفنا بزوج ولكن أنا سديت مع قاعدة الصحابات خصوصا مع هذي لأنه ودخلت لطرق البلية وعيت ما نصح فيها وخليتها القاسة وما فيها ولي غادي تجيكم أخرب من الخيال أنا وديك اللي هلكات نعصى سفتت لي هذي البنت قلت لي ربا غنشوفك ضروري راني توحشتك وأنا بحث من يدي لي أعطيتها فرصة من لي شفتها ما شفتش سيدة اللي كنت تنعرف واللي كانت كتقرأ الطب والديافرات هلا سيدة خرجت من الجامعة ولا تكت تعاطى ولا تغعمر غير باستحابات جاءت عندي هذي البنت في شعبان للدار وأنا ما فهمتش كيفاش اضطريت أنني أصلا ندخلها لداري عمورها ما جاءت قلسات عندي شوي قلت لي يلا نمشيوا الواحد عيد مينادي صاحبتي نضحكون بتلجو أنا ذاك كنت صغير بوحدي رجلي كان مسافر في عمال وأنا كنت قنطانة قلت لها صفي وخة قلت لي ولكن شرطوا علينا في هذا العيد ميلاد أننا نلبسوا الحمر والكحل قلت لها وخة أنا لا أعرف كيف قلت لها وخة والله ما نكذب عليكم والذي نفسي بيديه والذي نحن في الطريق هي بدأت تخدم أغاني ديال الشيطاني كثير الشيطان دوك الأغاني الغبية ديال الخلعة والغوات والصوت مجهد أنا كنت نحس ذاك السعب لأنه وفمي بدأت تنمل علي معي دمع صحتي وبحيلة شدتي لي فمي وجريتيه وحطتي عليه شي خاتم بحيلة شي حجروا لي وسدوا لي مزيان وكان نحس به طويل أقصى درجة أنا دكسا ما فهمش الإحساس اللي جاني بقيت غادة معاه حتى بدأنا ندخله في أرض كل هطراب وما بين الجبال قلت لها ويلي أفلانا وش أنت خطفاني فين غادة بيا قلت لها ويلي راح نقربنا بقيتنا حتى وصلنا وصلنا لواحد الضار في الخلاب بحيل واحد الفيلا استقبلنا واحد الراجل دائر الحيا ولابس البيض وحاطت شي سلهم على كتافو شو يدخلنا؟ شو يدخلنا الكثير من اللبس الحمر وكبك حل على كتافو والدنيا عامرة بالبنات انت عندك الدولة ومخلطين ومعا أنا بغيت ندخل واحد البنت خرجها شمت فيها ريحة العود حيث أنا دائما مولوعة أنا ندير ريحة العود وقد قلت لي ياه اف على ريحة سيري في حرك لعلمكم أنا وغاد طائفة أعزيز عليهم ريحة الخنز والعفن المهم دخلت ودخلت معايا البنت اللي جابتني ودخل ذاك اللي كان حتى في الباب ونحن نرى بأنها فرحانة وكأنه بحيلة ربحت شي جائزة أنا من بعد سنعرف بأن هذا كله من ذاك صاحبتي اللولا التي ضربتني سنتقم مني ونطفتت لي هذه بشأنها تجيبني ودهر لي الليلة بمعنى أنا كنت قربان ذاك الليلة بشأنها ستصيدني ودخلني لهذا العالم وانا ما عارفه من بعد سنكتشف بأنها دبحة بسميتي المهم جاكو ماتشي شي شوية غير منطقي ونحن ندخل في الهضرة ولكن ستفهموني القنت اللي يدخلوني كانت حالته ومسخ ودخيلوا الأحداث كلها وانا ما زال مدوخة وما فاهمة وما قدرش أصلا نسول الدنيعة مربنات قاصرات وطيش تحب واحد شكلة وهي استيري لليوم صراحة نشك واش كانوا انس فعلا او لطينا واحد اخر في الهيئة هذوك الزوجة الرجال ومشاء لجيت واحد البافليمن والاخر كأنه لا تدور الريتم وبدوك يتلبسوا ملحية قال لي يا انت ضيفة دينا اجيل هنا انا فاشتبعته وانا احساب راسي بانا انا كان عرق وكان نشف وما نكذبش عليكم شي حد من الخافة من العالم الموازي الاخر بحيرة ضربني على كتفيه وقال لي يا فودني انتي شنو كديري هنا اهربي لانا وهذه البلاسة كلها شيطين وجين انا في هذه اللحظة بحيرة وفقت من شي حلم وقال لي انتظروا وقال لي لا 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 وانا انا انا شدتني واحد اخر معاها وقال لي لانا اخر وقال لي انتظروا عينيه علام's تكابه خاصة وسط مع حيرة اصلاح سأخرج وهذا ها كان كيف مغطان الضتة سأتزال إنه لمرأ's ب방 كلها كنت أريد أن أضع الكاب من فوق رأسي وعندما أقرأ آية الكرسي ذلك الساحة أعرف ذلك كيف يتبقى طار تبخر اختفى كأنه عمره مكان ذلك الخلعة أنا هربت كان جري والأخرة كان تعييت لي بلتي أجي وأنا سأقرأ في القرآن دخلت للطموبيل كل ما كانت رعيد زدت وخليته من مرايا كانت سيدني ذلك البنت وصلت للدار وكل ما كان نرجف وكيف تقول كيف يمكن أن نعس وكيف يتبقى لم نحن تخلع قلت لي عندي وكان لقد أحضر تكون قد فيها وكيف تعلم أنه أصبح مديور قبل لأنه أصبح لدينا أصحاب لأنها تتكلم بأنها تصيدني وعندما تتكلم ونسأل تصدق لقد أردت كلها لقد أردت وقال لي لقد أردت ومعني قلت لي أخير قلت لي راي بنت الاخرى فلانا هي اللي ضربتني لانا مقضيت الغرض ديالها فيك لانا وقال خاصنا نكتفوك ونجيبوك لها الى ماء اخرى انا حسيت بعمل لانا تحفظت على حواج واحد اخرين فانا اضطريت ان انا نسول واحد رجل دين مشهور في تيك توك دي ما طالع لايف وقال لي اشرح لي بلانا هم ديرين انتبيح ذوك الناس بالاسم ديالك وبغوا يستخدموك في ذاك العالم اللي احنا ما كان شوفوش وصحيب انا ننتهيخوه من هذيك ليس غير قطعت على الصحابات ولكن غسلت عليهم ذاتي كلها ما قدرش نستوعبش نوترالية في ذاك الليلة اليومين هذا سنقول واش حلم ولا حقيقة ورب الكعبة اذا ما كدبت عليكم فتشي حاجة كل شي صادق وما شاركت معكم الا حدث بسيط لي ما قدرش تنسالية اما اللي سبق كانت حاجة واحد اخرى هذا كله غير باش نقول لكم العبرة من قصة انه تحضروا رياصكم من الليبنات ما تتخذوا ما تتاكلوا ما تشربوا ما تتسلفوا اموركم انا رخلت من بعد عشرين سنة اكتشفت باللي انا وصحبتها ديال الروح اخذت لها من حويجها ودرت لي هادك الشي ديال الاعمال الشيطانية ما تتقوشها البنات كين فيكم دابل يدخلها منودين ويخرجها منودين ولكن غايجي واحد النهار غادي تقولوا كنت كنت نسمع هذا الكلام ولكن ما كنتش انتهيقو البنات سرك وهو اللي تحطي لامك وحديثك وتقتك فمك الدنيا را تكفسات وبنات ما بقاش كي يخاف الله ينجيكم من كحل الراس ومنشر الخلق ومن الفتن لنصحتي لكم الصلاة ثم الصلاة هي اللي غادي تحفظكم من شر الدنيا ما ظهر منها وما بطن هذه هي كانت حكايتي وهذه هي كانت حكاية رموان يا سدى يا كرام بغيتغلنا نعرف واش تنتم اتروا لكم شا قصص بحلاكة عجيبة غريبة مع صحابات ديالكم الحمد لله الحمد لله انا بعيدة كل البعض على هذا الامر يا ربي تحفظني وتحفظ اي واحد كي يشوفني دابة لانه انا صراحة من ديمة ما معندي اشتقى في البنات وانا اصلا لست باجتماعية بزاف لانه هاد شي تخلاح خصوصا اذا كنتوا اشخاص اللي هما بروالين او لا نية تقدروا تحاودوا تغياء لحياتكم كتقدروا تكشفوا ذلك اللي عندكم صحيب انكم تكون عندكم اصدقاء سلام سلام سلام